في زمن أصبحت فيه فرص الشغل رهينة بالفكر والإبداع والريادة بات لزاما على كل شاب مغربي أن يثبت ذاته أمام تحديات الحياة المستقبل لا ينتظر بل يصنع شعار تسلح به شباب مبادرة سخرة في تفال ولوج سوق الشغل وهي مقاولة في طور التكوين تعمل في مجال التوصيل لدينا مجال التوصيل الذي يحاولون أن نسخراه فيه الناس عندما يمشون لهم لأننا نسخراه لهم لأنهم ينسخوا واحد البون أو تشيكي لأنهم ينسخوا في المنطن لهم لأنهم يكونوا حد تشيكا بينهم إذا كان لديهم يخلصون لفرازان الذي يكون من 10 درام حتى 30 درام يعني في طور التوصيل المعارف نخدمه ب10 درام حتى تزيد المسافة وهو تزيد ستزاد يعني 12 درام حتى تصل إلى 20 درام موسيقى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تقول إن دورها يكمن في مساعدة الشباب وجعل الطريق معبدة أمامهم للإشتغال وبناء حياة مستقلة ماديا ومستقرة موسيقى إحنا عامناهم قدمنا لهم مساعدة يعني مساعدة مادية ومساعدة الشمائية ومساعدة إدارية منها استطاعوا أنهم يقربوا للناس كتر ومنها أنهم يتعرفوا على ناس جداد وممكن أنهم يدروا حاجة اللي غا تفيدهم موسيقى اللي فقالت عليكم مخفاف تعلينة عبارة باللهجة العامية الداريجة يحاول الشباب المبادرة تكريسها على أرض الواقع لنيل ثقة زبنائهم بمدينة الدار البيضاء موسيقى موسيقى في الحقيقة هنا أنا بزفت الحويج أوليو باش ندي بلاسا ومشي نليفري ولا نجيب اسمتهم كي سهلون بزفت الحويج موسيقى موسيقى هي إذن مبادرة منحت لأصحابها فرصة العيش الكريم فهل تكون أولى قطرات الغيث لتحفيز باقي الشباب المغاربة من أجل ولوج سوق الشغل واقتحامه بأفكار حديثة موسيقى 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 اشتركوا في القناة